مرحب بكم مرة تانية مشاهدين الكرام وصلنا معكم الآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح وفي الحقيقة معنا قصة ملهمة وقصة نجاح لأحد متحدي الأعاقة البصرية في الحقيقة لكن هذه الأعاقة لم تمنحهم من النجاح التحدي الإصرار العزيمة يعني أشياء في الحقيقة يعني اللي توفيه حقه في نهاية البطاف هو فنان تشكيلي هو مدير أيضا لإحدى الإدارات لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الأثار كيف يتعامل مع هذه الأثار وكيف وصل إلى هذا المكان وأيضا كيف يرسم لوحاته التشكيلية وغير ذلك من الأمور في الحقيقة كل هذه الأمور سنتعرفها سويا مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة الأستاذ أحمد نجيب وهو أول مدير في وزارة الأثار من متحدي الأعاقة البصرية وأيضا هو مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الأثار برحب بحضرتك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك أستاذ محمد وكل مشاهدين قناة النيل الأخبار قصة نجاح بقى يعني قصة ملهمة في الحقيقة أنا أعزين يتعرف عليك كده من البداية والاهتمام اللي خليك كمان تهتمي بمجال الأثار والله هي البداية طبعا أنا كنت يعني في وقته طبعا أنا الكفيف الوحيد اللي موجود في الأسرة يعني أنا ليه يعتبر فيه ثلاثة غيري وولدين وبنت الحمد لله الوالد طبعا لما ابتدى خلاص عرف أن أنا كفيف ابتدى يتعامل معي معاملة معينة ما تعملش معي على أنه كفيف وده فرق معي جدا معظم الأسر طبعا بيتعاملوا مع أولادهم أو أبناءهم من زو الإعاقة إما بتدليل زائد عن الحد أو بإهمال زائد عن الحد فالموضوع ده سواء التدليل أو الإهمال بيصحبه طبعا مشاكل كتيرة جدا فطبعا الوالد كان معاملته مختلفة خالص لو عملت حاجة كويسة أثيب طبعا على الحاجة الكويسة اللي أنا عملتها لو عملت حاجة أو عملت خطأ معين وعاقب فده فرق معي في حياتي الشخصية الحقيقة دخلت مدرسة مكفوفين في الوقت ده لأنه طبعا ما كانش فيه على وقت دم كلام ده كان سنة 1991 مدرسة تحصين النموذجية في حلمية الزاتون قضيت طبعا يمكن 12 سنة فرقوا معي دخلت الاتحادات الطلابية في المرحلة الاعدادية والمرحلة السنوية طبعا من أكتر المواد أو أكتر المدرسين اللي كانوا ليهم دور في حياتي طبعا في المرحلة الاعدادية يعني هما ما كانوش مدرسين مكفوفين الحقيقة رغم من كان على أيامي فيه مكفوفين كتير جدا مدرسين مدرسة التاريخ والدرسات الاجتماعية في المرحلة الاعدادية مدام سوهير إبراهيم يمكن فرق معي وهي دي اللي حبيبتني في التخصص يمكن علمتنا أن التاريخ مش مجرد من إيه اللي حصل أو إيه الأحداث أو مجرد صارد الأحداث لا التاريخ هو تحليل للحدث قراءة ما بين السطور فده فرق معي وهو ده اللي خلاني أن أنا بعد كده التحقت بعد المرحلة الصنوية لكلية الأداب جامعة عين شمس والحمد لله بقى كملت وفي الوقت ده سمعت عن النشاط قائم في المتحف المصري في التوقيت ده كان في 2005 2004-2005 مدرسة الوعي الأسري للمكفوفين ويمكن الفريق اللي كان شغال فريق كامل من المكفوفين تحت قيادة طبعا في التوقيت ده أستاذة هاني نوح هي مش كفيفة هي المشرف العام على المدرسة ودكتورة وفاء الصديق مدير عامل المتحف المصري يعني المدرسة كانت في البداية جزء من مدرسة المتحف لكن لما تولت دكتورة وفاء لإيمانها بأنشطة زوال احتياجات أو أنشطة المكفوفين في المتحف فصلت مدرسة الوعي الأسري للمكفوفين لأن كان في الوقت ده وما زال أن المدرسة تمتلك فريق أو المكفوفين يعملوا في مجال الإرشاد الحقيقة يمكن اتدربت تحت قيديهم وخدت طريقي بقى في الوقت ده إلى أن يعني كملت بقيت مسؤول للعلاقات العامة والإحلام في المدرسة الحمد لله يعني كنا بنشتغل في مجال الكتشاف الموهوبين مجال التوعية الأسرية لأ عملنا حاجات كتير الحقيقة وكملت مع فريق عمل المدرسة يعني أو سيبتهم في مايو 2019 رحت جار أندرسون يمكن متحف جار أندرسون هو أول متحف زي ما بنقول إن المتحف المصري هو أول متحف بيبقى عنده مدرسة للوعي الأسري أو يبقى فيه أنشطة لزول الإعاقة البصرية هنقول إنه متحف جار أندرسون هو أول متحف بيأسس قسم تعليمي أو قسم تربع متحفية لزول الاحتياجات الخاصة يعني أنا اشتغلت فترة كبيرة جدا مع المكفوفين أصبح إن دوري لما نتنقل تجار أندرسون إنه نحن نشتغل على كافة الإعاقات وبالفعل يعني عملنا برامج للإعاقات كافة الإعاقات السمعية الإعاقات البصرية الإعاقات الزهنية حتى الحركية كافة الفئة الحقيقة فئة زول الإعاقة عملنا ليهم برامج عملنا يمكن المتحف المصري أول متحف يعمل مصار زيارة للمكفوفين مدرسة الوعي الأسر للمكفوفين أو إحنا لما كنا في مدرسة الوعي الأسر للمكفوفين عملنا أول مصار زيارة للمكفوفين ده كان في 2008 وبعد كده تم عاد يعني تغييره في 2019 نفس الكلام مدحف جار أندرسون كان يعتبر تالت مدحف يعمل مصار زيارة للمكفوفين بنى الشارح بطريقة برايل لكل المكفوفين زوار المدحف لما طبعا تولى أستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف يمكن استعام بها طبعا كان في فكرة أسات زيتي كانوا يعني شغالين عليها بقيادة طبعا أستاذة هاني فكرة أن يبقى فيه إدارة متخصصة لزور الاحتياجات الخاصة خصوصا من المجلس الأعلى الأسر أو يعني بيشتعلوا في مجال يعني في أنشطة التربية المتحفية من المنتصف التسعينات وبالتحديد من ابتدت الأنشطة تزور الاحتياجات من محافظة اسكندرية فكان حلمنا أن يبقى فيه إدارة لزور الاحتياجات وبالفعل تم تفعيل الإدارة العامة للتربية المتحفية لزور الاحتياجات الخاصة في بداية يناير 2019 وكملنا إلى الآن النهاردة الحمد لله أصبح أن في كل المتحف التبعة للقطاع أنشطة خاصة بزور الاحتياجات الخاصة أو أقسام متخصصة لزور الاحتياجات الخاصة يعني مثلا قبل 2020 كان فيه ممكن متحف معينة هي اللي بتقدم أنشطة لزور الاحتياجات الخاصة زي المتحف المصري متحف فان الإسلامي بعد يوم دخل متحف جير أندرسون دلوقتي كل المتحف الحقيقة التبعة للقطاع بتقدم أنشطة لزور الاحتياجات الخاصة طيب ده يعني قصة بلخص للموضوع كله جميل يعني طيب لو اتكلمنا كمان زي أحمد يعني عن إزاي أنتوا بقى بتتعاملوا مع الأطار أو إلا أنشطة أنتوا بتوفروها لزور الاحتياجات الخاصة وهل فعلا يعني تتغلبوا على بعض الصعوبات اللي قد تواجههم طبعي زي يتعرفوا على هذا التنوع الأثر اللي موجود داخل الدولة المصرية في الحياة شوف هؤلاء حضرتك هو يمكن إحنا في خلال السنتين الماضيين طبعا فريق عمل إدارة قدرنا أن إحنا ندرب يعني زي ما قلت لحضرتك من دقايق أن في كل المتحف الدولات يبقى فيها أقسام متخصصة للتربية المتحفية لزور الاحتياجات الخاصة يمكن إحنا على طول باستمرار بنعمل دورات تدريبية طبعا عشان جائحة كورونا فكنا بنشتغل على وسائل التواصل طبعا وبعض التطبيقات اللي كنا بنقدر أن إحنا بنشتغل عليها أو بنقدر نجمعهم المتدربين علشان إحنا نقدر أن إحنا نعمل دورات تدريبية باستمرار على طول طبعا شغالين في ده ويمكن ما كناش بنشتغل لوحدنا يعني طبعا كان فيه مسامدة كبيرة جدا من سواء من إدارات المركزية للمتحف سواء إقليمية أو كبرى أو نوعية أو تاريخية أو حتى يمكن كان شريك رئيسي في البرامج بتاعتنا الإدارة العامة للإعلام في قطاع المتاحف فكنا باستمرار طبعا بنعمل يعني متواصلين مع كافة الإدارات الموجودة في القطاع علشان إحنا نقدر نعمل الأقسام بالنسبة لأن الحلم الرئيسي أو الهدف الرئيسي اللي إحنا بنشتغل عليه هو إن المتحف يكون فعلا خاصة الخدمات اللي بتقدم لأنشطة زواء الإعاقة كلها مجانية حلمنا أو الحلم الرئيسي اللي إحنا بنشتغل عليه طبعا لازم نعترف إن المتحف دوره مهم جدا ما يقلش عن المسجد أو الكنيسة أو مراكز الشباب أو أصول الثقافة إن كل أنشطة زواء الإعاقة تكون موجودة داخل المتاحف وعشان أنشطة تكون داخل المتاحف لازم يكون المتحف نفسه مؤهل لاستقبال الأشخاص زواء الإعاقة ويمكن إحنا من أهم برامجنا أو من أهم الملفات يمكن لما طبعا إحنا كفريق عمل التقينا في الوقت ده في بداية إنشاء الإدارة مستزموء من عثمان هي فكرة الاتاحة أو برامج الاتاحة بمعنى إن أنا مش هجيب مثلا معاق حركي قاعد على كرسي وثلاثة أربعة يشيلوه ويتحركوا بجول متحف هو ما قدرش يتحرك لوحده يعني أنا بنيجي بنتعبهم فيمكن اشتغلنا على برامج الاتاحة متاحف اللي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة زي مثلا متحف المركبات الملكية بولاء اتعامل يعني وعندنا متحف مطار ثلاثة ويعني مجموعة من المتاحف تم عمل فيها وسائل الاتاحة المناسبة لاستقبال الأشخاص زواء الإعاقة زي العلامات الإرشادية بلغة الإشارة زي البطاقات الشريحة بطريقة برايل اللغتين العربية والإنجليزية زي الارمبات أو المنحدرات اللي يقدر الأشخاص زواء الإعاقة الحركية يتحركوا بسلاسة وبيسر عليها ويقدر يتحركوا داخل قاعات المتحف زي دورات المياه المصممة حسب كود الاتاحة المصري والدولي خصوصا ان احنا في 2008 مصر وقعت على الاتفاقات الدولية لحول أشخاص زواء الإعاقة واللي كان بعدها طبعا في 2014 لما تم تعديل الدستور أصبح في مادة 81 زائد 7 مواد بتتكلم عن زو الاحتياجات الخاصة واللي يمكن انتقالنا من مرحلة الرعاية إلى مرحلة الالتزام الالتزام الدولة ببعض الالتزامات الخاصة بنا كزواء احتياجات خاصة واللي كان من أهمها طبعا صدور قانون العشخاص زواء الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولحياته التنفيذية ويمكن بقى في العديد من الوزارات ابتدت تعمل أو تتفاعل وتعمل إدارات متخصصة لزواء الاحتياجات الخاصة واللي من انها طبعا احنا كوزارة سياحة واثار او المجلس الأهل الاثار التابعي لوزارة سياحة واثار طبعا كلام جميل جدا طب انت كمان مش بتعمل مع الاثار أستاذ أحمد انت كمان فنان تشكيلي كمان يعني مواهب متعددة في الحقيقة يعني قصتك كمان مع الفن التشكيلي بقى عايزين نتعرف عليها وابرز معلمها وزاي انت يعني بتشوف لوحاتك او بترسم لوحاتك يعني والرؤية ليها او الفكرة ليها ازاي بتعمل مع الموضوع بشكل عام يعني هو يمكن التجربة مع الفن التشكيلي طبعا هي تجربة يعني الحمد لله يعني واحد راضي عنها يمكن انا ابتديت في 2009 اه في الوقت ده كنت تعرفت على اه استاذ دكتور عاد البدر اه استاذ التعبير المجسم كلية تربية نوعية جامعة القاهرة اه من خلال المتحف المصري ومدرسة الوعي الأسر للمكفوفين احنا بعد الصور المتحف سواء من الاطفال المكفوفين او الشباب المكفوفين بعد ما بيزوروا المتحف او بنعمل زي ورشة فنية بنقيس ايه اللي استوعبوه من خلال شرحنا لمقتنيات المتحف او الاثار المعروضة داخل المتحف الورشة الفنية دي كانت يمكن اغلب المكفوفين بيحبوا اوي شغل الطين الاسواني فكرة التشكيل والنحت يمكن انا في الوقت ده كنت بيعني اه ليا منتجات نحتية اه كنت بعملها اه في الحالة لما شافني دكتور عادل كلمني عن اه صالون اه اسمه صالون الفن الخاص ده خاص بكتشاف المهوبين من اه كافة الاعقاد في مجالات الرسم والنحط والتصوير الفوتوغرافي يمكن لما تقدمت بالمنتجات بتاعتي في الوقت ده للفنان طريق مأمون اللي هو كان كوموسير الصالون في الوقت ده ما اقتنعش بالشغل بتاعي خالص نهائي يعني لإيمانه يعني أنا فعلا في الوقت ده فعلا أكيد زي زي اي حد اتضيقت طبعا لكن هو كان عنده فكرة معينة في بماغه من خلال رايته لي الفكرة اللي كانت عنده بما اني أو طالما اني أنا بشرح الأسر أو الأسر من خلال الملمس المانع ان احنا ممكن نرسم برضو من خلال الملمس طبعا الموضوع ده كان شغلني جدا فقلت له طب ازاي هتحسس الألوان فقال لي هنعمل تجارب ابتدى يجيب لي بعض المجسمات في الوقت ده بالمناسبة السالون كان في دورته التانية وكان بيقام على هامش الاحتفال بعياد الربيعة في الوقت ده فجاب لي بعض المجسمات من ضمنها فوزة الورد ابتدى ان انا اطلع عدق التفاصيل فيها في البداية هو كان بيمسك ايدي طبعا تجربة جديدة كان بيمسك ايدي وهو بحيث ان هننشتغل وعملنا مجموعة كبيرة جدا من الورش بتادي يعمل لي ورش منفردة وورش جماعية الحقيقة بحيث ان يطلع لي منتج بالفعل طلع لي منتج وكان في الوقت ده لوحة فوزة الورد فجأت بقى طبعا طبعا الصالون للجنة التحكيم ولجنة التحكيم قوية جدا وبتهزرش يعني كان الفنان قصانة زهلول كان فيها الفنانة الصماء حنانة النحراوي كان فيها النحات علاء الحارتي يعني لجنة قوية جدا طبعا حققت فيها مركز بقى طبعا اكيد والله يمكن الحمد لله كنت اول فنانة تشكيلي كفيف خدت جهازة لجنة التحكيم في البداية وخدت جهازة تانية يعتبر جهازة تقديرية وجهازة تشكيعية بعد كده شاركت الحمد لله في 6 دورات بعد كده خدت تقريبا في 3 دورات تانية و3 دورات مركز ثالث شاركت بقى في ملتقى اولادنا في اول دورتين تمام او يعتبر كانت في يعني اول دورة اخدت فيها جهازة مركز الثالث يعني كان في الوقت ده في 27 دولة مشتركة في الدورة في الدورة دي في الدورة التانية اخدت جهازة لجنة التحكيم شاركت بقى في مهرجنات في الصالون شاركت بقى كتير بقى استاذ احمد في القصة دي صراحة اه لا حمده ايو عملت موافق دائما طبعا في الحاجات زي كده واحدة اصلا الوقت عايز اكتر من الوقت المحددين للأسف شديد طبعا احنا مرتبطين بنشرة يعني كمان بعض الدقائق فانعلات حال بشكرك لست احمد نجيب اول مدير في وزارة الاثار من متحدي العقل بصلية وايضا هو مدير الاندارة العامة لتربية المتحفية لزوية الاحتياجات الخاصة يعني انا بشكرك شكرا جزيل طبعا على هذه المعلومات الجميلة يعني صراحة والقصة الملهمة في الحياة بشكرك شكرا جزيل شكرا من حضرتك وبكده مشاهدين الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة وفقرة هذا الصباح على امل ان يتجدد اللقاء ومبعات جديدة ومتجددة دمتم في رعاة الله وامن ويدا الدقاء اشتركوا في القناة